دايما انا حب اتكلم عن المحامي العصري والتطورات اللي موجودة فيها لكن اليوم بان انا بنتكلم عن مكاتب المحاماة فانا هتكلم عن تطور مكاتب المحاماة من الجيل الاول الى الجيل الخامس رحلة كده عبر الزمن لازم نشوفها ونكونوا عارفينها كويس قوي على اساس نعرف ايه اللي بيحصل وايه التطورات اللي بيتم بالزبط فيها عموما الموضوع ده كلفت انتباهي ايه جيل اول جيل تاني جيل تالت هي الموضوع جيل اه زيه اي حاجة في الدنيا مكاتب المحاماة بتتطور من جيل لجيل اخر تعالوا نبدأ هذه الرحلة كده واحدة واحدة مع بعض واحسن مثلا انا اقدر اضرب ليكم الفكرة اللي عايزة اوصلها لكم كان صديقي روبرت ميلر بيحاول يشرح لي الفكرة دي انا كنت زيه ومش مقتنع زيكم كده منفاجئ بالفكرة ومش مقتنع بيه طب صراحة شرح لي الموضوع ده بالطريقة اللي احنا بنتكلم فيه قال لي عشان نفهم يعني ايه شركة محاماة من الجيل الخامس هاخد المثل اللي خاص بالطائرات الطائرات المقاتلة بتاعتنا اللي ما احنا عارفينها دي موجود اول طائرة مقاتلة زي ما انتو شايفينا رقم واحد فوق دي طلعت بعد الحرب العالمية التاني ما جيل الاول بتاعها كان عبارة قاتلة عادية جدا بتحركها مروحة باستثناء ان كان لها عندها ايه محرك بس نفاس ما فيش اي مشكلة خالص ونفس الاسلحة اللي موجودة الجيل التاني من الطائرة المقاتلة دي بعد سنوات الحرب الكورية بقى عندنا فيه سوبر موجودة بقى سوبر سيف اكتاحت عندنا طائرة بقى بعد الحرب التانية العالمية التانية والاول مرة ممكن تسافر اسرع والاول مرة بتشيل سواريخ فكانت ده التحول التاني لما رحنا للسبعينات الطائرة بتاعت السبعينات طائرة المقاتلة اللي في السبعينات بتسافر اسرع عندنا طائرة بتسافر بسرعة الصوت معظم الوقت وكمان ايه عندنا سواريخ بتعمل السواريخ اللي هي بتشيلها المرة دي سواريخ بتبحث بقى عن حرارة واسلحة اكثر تطور والاول مرة كمان دخل فيها الكمبيوتر على متناه اما الجيل الرابع اللي من عشر سنوات لعشرين سنة تقريبا واللي لزال موجود في الخدمة لحد دلوقتي شفنا بقى قاذفات قنابل شفنا انواع مختلفة من طائرات دي مش مجرد طيارة هدية وفي الاخر خالص شفنا المقاتلة الشبح اللي انتوا شايفينها موجود دلوقتي ازل دلوقتي الصورة واضحة عندنا ايه الطيارة واحدة هي هي بتطير بتروح بس فيه تطورات بتحصل فيها فانا اعتقد دلوقتي انتوا تقدروا تتوقعوا الطيارة دي شكلها ايه بعد عشر سنين لا وليه بعد عشر سنين ما دلوقتي بقت بتطير من غير طيار صح ولا لا فانا حصل تغير جازري في الطيارة على مر السنين فاللي يمنع ان دا يحصل بالنسبة لنا وحزبط لكم بقى الكلام دا مع بعض الجيل الاول لمكاتب المحامية قال ليه حستعرض الكلام دا لانه حيفيدني كتير في اللي انا عايز اقوله الاول عشان بعد كده نعرف احنا مكاتبنا في اي جيل او احنا وقفين فين وعلى فكرة هو مش غلط ان انت تكون موجود في جيل من الاجيال اللي هتكلم عليها ولا انت لا بس الفكرة هو هي استراتيجية ولا اسلوب عمل بالمناسبة احنا عارفين طبعا الاستراتيجية دي دي الوضع اللي انا عايز اكون عليه من هنا لخمس سنين اللي قدام لكن البزنس موضل او اسلوب العمل دي الطريقة اللي انا بشتغل بها دلوقتي الجيل الاول من مكاتب المحامة كان من 1880 لحد 1930 كان بنركز فيه على الخدمات القانونية العامة الوضع اللي موجود عندنا ايه ثورة صناعية حرب عالمية عندنا لسه الاسترليني كان مهيمن الدولار اصبح لدينا اتمتع عندنا ايه الالة طبع الالة الطبع بعدين بدأنا نتعرف على التكنولوجيا بدأت تظهر الكهرباء محركات الاحتراق الداخلي الهواتف اللي سلكية على مستوى المكاتب بقى كان عندنا ايه كان عندنا بدأ بقى مشكلة او صراع بدأ جديد في اللقابة المحامين الامريكية في الوقت ده على هل ممارسة القانون هو صناعة ولا بيزنس واعمال ولا يجب ان تكون ولا ولا يلازم انها تكون رسالة ومهنة وعمل خيري والمحامين ما يجبوش ما لا يجب ان هم يتقاضوا كثير من الاموال وكان هو ده الصراع اللي كان موجود في هذه الفترة بس هو ده كان الوضع التقليدي العادي اللي هو ده احنا نسميه المحاكم او عفوا المحامات التقليدية العدية طيب الجيل التاني بدأ من التلاتينات لحد التسعينات وشفنا بقى مفهوم جديد لممارسة القانون بتدقوا بيتعاملوا مع القانون على انه بيزنس واعمال طب الوضع كان ايه في الفترة دي عشان نعرف الوضع كان ايه دلوقتي في الفترة دي الوضع ده كان عامل الاتي واحد عندنا خارجي من حرب العالمية التانية عندنا نمو سريع بخالنا في حرب بردة سباق الفضاء والسيطرة عليه طيب الوضع بالنسبة للتكنولوجيا كان عامل ازاي بدأت الكهرباء توصل عندنا كمبيوترات وحسب آلي بقت عندنا فيه تليفونات اللي سلكي عندنا الطائرة النفاسة وبدأنا نسافر للفضاء انا ليه بقول الكلام ده لان التطور بتاعنا دايما بالصمرار كمهامين ومهامين مرتبط بالاحداث اللي حوالينا عشان نعرف احنا نتحرك ازاي طيب على مستوى الابتكارات المؤسسية داخل المكاتب كان في ايه تم اختراع اول حاجة بقى ليه جدول زمني اللي هو حساب الاجر بالساعة دي النقطة اللي بدأنا نتكلم فيها في الوقت ده الاجر بالساعة فبدأ يظهر الموضوع ده في الفترة دي وشفنا المحامين بقى بدأوا يروحوا للتخصص وشفنا مجموعات مهنية وشفنا ظهور لمكاتب بتركز على قطعات وممارسات معينة وبالاضافة لظهور استلاح جديد بقى في عالم المحاماة بيسموا البوتيكات وعارف ان اكثركم كلكم حيرفضوا هذا اللفظ وهذا الاستلاح لكن خلينا نقول ده اللي كان موجود في هذه الفترة اه اه في الجيل ده الجيل الثاني اللي هو الجيل اللي بدأ يتعامل مع مكاتب المحاماة على انها اعمال طيب لما نروح نشوف الجيل التالت اللي هو من التسعينات لحد 2010 وهو بقى العالم الرقمي اللي هو بدأت بقى عملية الديجيديزيشن الالتجاهات العالمية في الفترة دي كانت عاملة ازاي عندنا نهاية الحرب البردة عندنا بقى محطات فضائية كتيرة موجودة اصدهار دول اسيا والنمور الاسيوية بيزنس كبير وشغل وعمليات واستحواز ومركز مالية والعالم كله ساخن جدا وكله بدأ يبص الاسيا طيب الوضع بالنسبة للتكنولوجيا كان عندنا ازاي عندنا انترنت عندنا ايميل عندنا باعت اجهزة كمبيوتر موجودة في المكتب عندنا ويب سايدس ومواقع الالكترونية ففي الجيل التالت اللي عندنا دلوقتي صار الاتي صار عندنا مستوى مستوى الابتكار داخل المكاتب بدأوا يعملوا ايه بدأت المكاتب تفكر في انها عايزت تفتح البيزنس بتاعها وتكبر وتطلع بشكل مختلف وتطلع برا اللطاق الاقليمي بتاعها كانت هنا في الفترة دي من الوقت من السنة كان فيه الدعوة للعولمة واستجاب المحامين للنقطة دي وبدأوا كلهم الشركات الكبيرة والمحامين بدأوا يروحوا يأسسوا شركاتهم برا في الدول الاخرى قال لك انا لازم انا لو برحتش للموكل بتاعي برا هو حيرون حد تاني فبدأ كل واحد يهتم ان هو يخرج برا بغض النظر على حجم التوسع عنده انا محتاجة اتوسع ولا لا وعلى مستوى الاتعاب ظهر مفهوم تاني ان الشريك المدير في المكتب اتعابه مختلف وبيأجره بيكون لازم يكون الزياد شوية من بقية عضاء المكتب لانه بيقوم بالادارة وهنا زهر بقى التقسيمات اللي موجودة ده في جيل التالد طيب الجيل الرابع من 2010 إلى 2020 عصر التكنولوجيا والابتكار ما بعد الأزمة العالمية المالية تعرفين بعد 2008 دي كانت أزمة مالية غيرت برضو الدنيا كلها وبعدين الوضع بالنسبة للتكنولوجيا عندنا بقى أجهزة محمولة موبايلات عندنا تابلتس عندنا ماشين ليرنينج عندنا شبكات وبرو باند الدنيا بقت مختلفة شوية طب على مستوى المكاتب بالدنيا اتغيرت بقت عاملة ايه على مستوى المكاتب بقى عندنا شركات محاماة عالمية عملاقة وبدأت الاندماجات بينهم عندك شفنا نورتون روز ودينتونز وفول برايت وبيكران مكنزي ودي إيهل بايكور دي عبارة عن تجمعات كبيرة جدا من مكاتب المحاماة بدأوا كلهم يعملوا اندماجات مع بعض ويكونوا الأسامي اللي تلكوا عليها بدأوا عمى عايزين العالمية بدأوا يشوفوا إدارة المشاريع من الجوانب القانونية بدأوا يهموا اهتموا بالممارسة القانونية بيسموها المتنقلة بدأ في حاجة جديدة اسمها الاستكشاف الالكترون بدأ يبقى في خلق الفرصة الانترنت فتح الفرص للناس انها تتواصل وتشوف وتبحث وفين الأمور اللي موجود فأصبح عندي ايه لأول مرة ممكن انا اقوم اعمالي وشغلي عن بعد وانا قاعد في البيت وبعدين فجأة لأينا الأربعة الكبار دخلوا يزحموا مكاتب المحامين والشركات من الأربعة الكبار الأربعة الشركات الاستشارية المالية الكبيرة بي دابليو سي دي لايت ايرنست يانج كي بي ام جي كل دول بدأوا يدخلوا كل واحد فيهم يعمل وراه ليجل بي دابليو سي ليجل الله 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 دخلوا ليه لانه شافت هم اصلا مميزين عندهم عملائهم وموكلينهم كتير وقال لك وانا عندي تكنولوجيا تمام وقدر اشتغل وقدر اخدم وبدأوا يستقطبوا المحامين الشطار ويفتحوا رخص ممارسة محامين في هذه البلاد تحت اسمهم وتحت شعرهم وظهر مزودي الخدمة القانونية من مزودي الخدمة القانونية مش مكاتب محامين زينا كده اصحاب روب اسود لا 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 هما قانونيين بس فاهمين في التحولات الرقمية فاهمين في البزنس عارفين في احتياجات المحامين عارفين ان هما عندهم سنة بطء شوية هما فاهمين التحولات اللي حصلت فبيجي يعرض خدماته القانونية على الشركات الكبيرة والادرات القانونية يقولوا تعالى انا هخلي حياتك اسهل اكفر اسرع لو بتعمل الدراسات انا انا ممكن اعملك الدراسات الجدوى انا ممكن افهرسلك انا ممكن اعملك اتمتة للعود بتاعتك بدأوا يعرضوا خدماتهم وارخص طبعا من مكاتب المحامين لان المحامي احنا عارفين وقت ثمين فطبعا اتعابه بتكون مختلفة فهو دخل من الجانب ده فهنا ده كان الجيل الرابع لحد الفين وعشرين بعد كده انتقالنا بقى العلم تانيش او بيسموها علم يعني التكنولوجيا القانونية الوضع بقى عندنا كان عامل ازاي انا عندنا تغير مناخ توترات بين الغرب والصين ازدياد ديون المحلية بشكل غير مسبوك جائحة كورونا جات وقفت تضخم تراكمي حرب غزة الزكاة الاصطناعي تطورات كتيرة جدا موجودة عاملها بيسموها كده رابكة كل الحاجات ده رابكة احنا ليه كل مرة في كل جيل من الاجيال بستعرض معاكم الاتجاهات العالمية الموجودة عشان تعرفوا تأثيرها ازاي كانت عليهم طبع بالوضع بالنسبة للتكنولوجيا بقى اللي هو بالفترة دي اللي هي لحد الفين خمسة وعشرين الزكاة الاصطناعي التوليدي اللي هو اللي بتعامل معاين انت تقول له حاجة اللي انت عايزها هو يعملها لك يحلل بيجسد عائد البني آدم وبيقوم بنفس الأدوار بتاعتك التكنولوجيا جديدة بتاعت البلوكتشين الجيل الخامس الانترنت الجي فايف الانترنت الأشياء البيك داتا الكريبتو كارنسي العملات الرقمية الكلاودين الانترنت عبر الأقمار الصناعية ستار لينك والترجمة القانونية يا أستاذ مازل هابدل قادر الإلكترونية بدأت تدخل في هذا المجال ده الوضع بالنسبة للتكنولوجيا حاليا في الفتح اللي احنا موجودين فيه طب على مستوى الابتكار والمؤسسة داخل المكاتب الدنيا بقى فيها ايه دلوقتي دلوقتي بدأنا نرصد نمازج عمل مختلفة بقى فيه شغل بطريقة مختلفة مش اللي احنا وغدين عليه دايما بالستمرار الخدمات تقديم خدمات رقمية كتير بقى عندنا العمل بتاعنا بقى هايبر مع حبة اولاين وحبة فاعلي زي ما انتوا قاعدين النهاردة ده مثال عملي يعني انا بتكلمكم وانتوا قاعدين جزء بينكم حاضر وانا بقى بدي نفس الحكاية على مستوى الموكلين والتعامل معاها وفيه اشخاص ومحامين بيقدموا الخدمات كلها بالكامل عن بعض وما بيشوفوش الموكل اصل مرة بيعودوا معايا عندنا فكرة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ودي دليل تاني برضو قدتوا تطبيقا فيه اهو legal rights for all ومازان عبدالادرس النوع من المساهمة الاجتماعية عمل هذه الفعالية وغيرها من بصلا انت كل شوها فيه مكتب كبير من المكاتب وشركات المحامين عاملة دايما event كبير فعالية كبيرة عشان يساهم ويعمل مساهمة عفوا مساهمة اجتماعية في توعية الوعي القانوني في المجتمع القانوني والتأثير فيه نظم قدارة المعرفة قدروا أأتي فين ومصادر المعلومات صحيح الكتب ومصادر المسوعات يشوء أساسي بس دلوقتي بقت موجودة على platform ومنصات وامور مختلفة بتخلي حياتي أسهل ونصول لها بشكل جبيل طريقة الخدمات القانونية اختلفة دلوقتي دلوقتي احنا بطول عمرنا مستنين لما بيحصل الموكل أو الشركة بيقع في مشكلة أو حاجة و بعدين بيجيلي فابدأ انا اعمل الرد الفعل تعالى انت عندك تعالى حلحقني انا في مشكلة لكن دلوقتي الخدمات القانونية بقت استباقية معكوسة مقلوبة انا بحاول اخليك ممتسل اكبر قدر ممكن ازاي خليك تعمل الصفقة دي بشكل هندس له الموضوع بشكل كبير الاستشارات نفسها اتغيرت الفكرة بتاعتها انا بقيت دلوقتي مفهوم ان انت بتدي القيمة عرض القيمة ان انت بتعرض قيمة للموكل بتاعك مش بس مجرد بتقدم له خدمة قانونية يعني مثلا يقولك والله يشوف لي الملف ده فانت بتعمل ايه بتاخد الملف بتعرض فيه يوم اتنين تلاتة بتدرسه بتكتبه بتكتب رأيك وتلعه فيه جهد قانوني بوذل صح فانت هذا الجهد القانوني بوذل انت من حقك تاخد عليها تعاب هو ده هو ده الوضع الطبيعي العادي لا في الجيل الخامس بيقولك لا تما خلينا نغير شوية طريقة مع الموكل يعني مش لازم انا احسبه بالجهد اللي انا ببذله لا احسبه بالقيمة اللي انا بديه له بحيث ان هو مش كل جهد انا ببذله ادفع له مقابله هو ما حصلش على حاجة في المقابل فده نقطة بدأت والسبب في الموضوع ده الموكلين على فكرة لان الموكل بدأ يدور على المحامي اللي بيديره قيمة اكتر من المحامي اللي بيقدم له خدمة قرونية عادية وكلام ده نقدر نتكلم معاه في وقت تاني يعني بس انا بحاول احطكم في الصورة في الاجواء اللي احنا فيها دلوقتي واللي كنا فيها قبل كده عشان نبقى ماشيين دلوقتي التعليم الرقمي المستمر شفنا منصات كتيرة دايما بس لازم دلوقتي كل شوية بنتعلم فيه ورشة فيه فعالية فيه كورس ماليات لازم يفهمه في الاستراتيجية لازم يفهمه في الزكاء العطفي لازم يفهمه في إدارة الأعمال أمور أخرى غير تقنية عشان يقدر يتواصل ويتفاعل مع الموكلين بتاعته فعندي الأمن السيبراني وحماية البيانات هذه هي الأمور اللي مشغولة بها شركات ومكاتب المحامين الآن طيب تقولي ايه اللي حيحصل بعدك 2025 فيه جيل سادس اقول لك حسيبك انا لسيالك الهدف هنا الموضوع ده هنا ان بقدر الامكان يكون التفاعل مع الزكاء الاصطناعي والتفاعل معه ولازم تعرفوا ان شرط الانتقال دايما من جيل لجيل هو ان يتم الاستيعاب النقطة دي بشكل كامل زي ما احنا شفناها في الطيارات النفاسة يعني انا بعمل كل حاجة وخلاص فعايز خلاص انتقل للمرحلة اللي بعديها بشكل أسهل او بشكل فيه تطور أكتر لكن هو بشرفاهية وانا بس بقعد اعمل جيل واطلع انا بقى عندي نقطة واطلعها زي جي بايف بتاعت الانترنت لما عملوا جي بايف وبسبب ان اجهزة كتيرة بقت موجودة كلها بتتكلم مع بعض وهو انترنت الاشياء وكلهم بيتوصلوا مع بعض زي ما انتوا عاديين في القاعة فجأة انا دخلت فاللابتوب بيتوصل بالبلوتوث بالسماعة بالشاشة بالموجود دي كل دول بيتكلموا مع بعض في نفس الوقت فده لازم يكون عندنا انترنت عالي الجودة عموما ده اللي انا كنت عايز اقوله في البداية والحبيت استهل بي لانا حيفرق معايا بشكل كبير جدا معاكم لان قبل ما اتكلم على موضوع التصنيفات المكاتب لازم بقى تبقوا عارفين انت مكتبك في اي جيل من الاجيال دي وزي ما قلتلك هو مش عيب ان انت تكون في اي جيل من الاجيال دي حتى لو كنت في الجيل الاول بس عندك استراتيجية تطلع ورغبا انت تجاري عايز تنافس عايز تاخد شريحة مختلفة عايز تمركز نفسك صح الوضع ايه بالضبط بالنسبة لك صحيح ممكن ما يكونش عندك استراتيجية مكتوبة بمفهوم الاستراتيجية بس في ذهنك واعتقد ان النهاردة اتكلموا معكم بما فيه كفاية في هذه النقاط لكن انا كان لازم اعمل الاطلالة السريعة دي عشان ابدأ المحور بتاعي الاول ليه التصنيفات الدولية مهمة التصنيفات مش مجرد او سيمة او شهادات وحاجات بتتاخد لا دي شهادة يا جماعة موثوقة بتميز المكتب في اداء رسالته القانونية بتجسد مكانة المكتب بين كل المكاتب اللي حوالي مين ده مستوى ايه اعمل وبتقال من ايه من ناس تانية موجودة هي اللي بتقيس ده وبتشوفه وتعرفه وتصنفه حاجة كده لو حبينا نشبهها مع الفارق زي التصنيفات اللي بتطلع من الفيفا الالزابيست احسن لاعب الالند يور الكرة الزهبية احسن طريق احسن مدرب احسن صفقة نفس الحكاية بيحصل في العالم ده من ناس متخصصين عندنا بيعملوا الدور ده وبيشتغلوا عليه فهي دايما بتأكد على اهمية الصنافات دي على التزامك بالمبادئ المهنية اللي انت بتقدم فيها ختماتك انت ازاي بتكون اه نحط انظار للموكلين والمستثمرين انت هدفك مش بس موكل بتاعك انت عايز عميل محتمل تاني لأ انت عايز شريحة اخرى مختلف فعشان كده عايز تقول انا شاطر انا مميز انا فاهم انا طب انت عارفين ان انت ممتاز وجيد واعتقد ان انت لو بس استعرضت معانا بقضي اعمالك وانجازاتك اللي حصلت في ارواحة المحاكم او في الصفقات او في الترتيبات او في اعادة الهيكلة او في الصفقات الكبيرة هتلاقيها ممتازة بس مين هي اعرف الكلام ده غير شبكة محدودة قليلة جدا صغيرة وما يعرفش ده طب هرجع معاكم ونشوف ليه